اللهم صلي على سيدنا محمد وصلنا يا جماعة الخير عند هذا السؤال اللي هو يفترض اتحقق من فهمي جد القيمة العظمى القيمة العظمى المطلقة والقيمة الصغرى المطلقة ان وجدت لكل اقتران مما يأتي في الفترة المعطى نيجي لهذا اول واحد فرع ايه هاي نيجي لفرع ايه بداية هو ما اعطيني المجال المجال هاي المجال من سالب تلاتة لخمسة اذا بنحكي سالب تلاتة وخمسة هدول الاطراف الاطراف اللي ما اعطيك اياها بالسؤال اكس بتساوي سالب تلاتة وعندك اكس بتساوي خمسة يبقى سالب تلاتة وخمسة هدول هدول جماعة الاطراف تمام نيجي الان للاشتقاق اف اكس يساوي اكس تكعيب ناقص ستة اكس تربيع زائد خمسة هنشتق اف فتحة لل اكس هتساوي اكس تكعيب تلاتة اكس تربيع ماقص اطناش اكس زائد خمسة مع السلام اشتقيت ساوي المشتقة بصفر اف فتحة يساوي صفر اف المشتقة اف فتحة بتساوي صفر هذا معناه انه تلاتة اكس تربيع ماقص اطناش اكس بتساوي صفر هتاخد تلاتة اكس عامل مشترك هون في تلاتة اكس عامل مشترك بيضل عندي اكس ماقص اربعة بيساوي بيساوي صفر اما تلاتة اكس بيساوي صفر يعني اما اكس بتساوي صفر واما اكس بتساوي بتساوي اربعة بس بدأت طبع من هل القيم اللي طلعت عندي تنتمي للفترة هاي صفر من سالب تلاتة لخمسة والاربعة تمام اذا اكس يساوي صفر اكس بيساوي صفر اكس بتساوي اربعة وعندي جماعة الاطراف اكس يساوي سالب تلات وعندي اكس يساوي ايش يساوي خمسة هاي جبنا الاكسات الان القيمة العظمى المطلقة والقيمة الصغرى المطلقة اللي هي قيمة واي طيب معناته الان بدنا نجيب قيم واي كيف هتجيب قيم واي هتجيب صور الاشياء هاي انا عندي اصلا اف اكس هيو اف اكس الاصلية بتساوي اكس تكعيب ماقص ستة اكس تربيع زائد زائد خمس بدنا جيب صورة اف سالب تلات بدنا اف سالب تلات وبدنا صورة اف لا للخمس وبدنا اف لا للصفر وبدنا كمان صورة صورة الاربع بدنا هون كمان اف للاربع اف لا للاربع طبعا الصور بعوض بعوض سالب تلاتة هون بعوض الخمسة بعوض الصفر بعوض مين الاربع بتعوض وبتحسب وبطلع الجواب فاسمحوا لي اني اكتب الاجوبة سريعا بعد التعويض اخد الاجوبة سريعا عشان التعويض عادي يعني سالب تلات سالب تلاتة تكعيب سالب سبعة وعشرين سالب تلاتة تربية تسعة بسالب ستة سالب اربعة وخمسين زائد خمسة وبنحسب فصورة صورة السالب تلاتة هتطلع خمسة وصورة الخمسة صورة الخمسة سالب عشرين سالب عشرين وصورة الصفر هتطلع خمسة صورة الصفر هتطلع خمسة وصورة الاربعة سالب سبعة وعشرين سالب سبعة وعشرين انا اخدت الجواب ايش مباشرة من هون يعني على السريع طيب الان هاي قيم واي طلع طلع قيم واي اكبر قيمة اكبر قيمة اللي هي الخمسة وهاي مكررة موجود عندك مرتين هون خمسة وهون خمسة يبقى بكتب جنبيها قيمة عظمة مطلقة وبكتب كمان جنبي الخمسة هاي قيمة عظمة مطلقة طيب اصغر قيمة اصغر قيمة اللي هي سالب سبعة وعشرين اذا بكتب عندها قيمة صورة مطلقة خلاص هاي القيمة ايش الصورة المطلقة اذا القيمة العظمة المطلقة شو هي القيمة العظمة المطلقة خمسة طيب القيمة العظمة المطلقة عندما اكس يساوي عندما اكس يساوي سالب ثلاث وعندما اكس يساوي صفر طيب شو هي القيمة الصغر المطلقة للاقتران اللي هي سالب سبعة وعشرين القيمة الصغر المطلقة للاقتران عندما اكس يساوي عندما اكس يساوي ايش عندما اكس يساوي ما فيش داعي الآن يعني خلاص سهل الموضوع مش راح أعيد ولا أي شيء نيجي لفرع هاي فرع بي يا جمع طيب fx الجذر التكعيبي للx وما أعطيني هون برضو الأطراف جماعة الأطراف اللي هم x يساوي x يساوي سالب 8 وكمان x بتساوي x بساوي 8 هاي جماعة الأطراف نروح الآن نشتق عندي fx الجذر التكعيبي للx طبعا هحولها هخليها الجذر التكعيبي للx هخليها x قوة قوة تلت هاي أول إشي جذر التكعيبي للx بخليها x قوة تلت بعدين بشتق f فتحة للx هتساوي هتصير تلت نزل القوة اطرح واحد ناقص ثلاث سالب اتنين على سالب اتنين على ثلاث رتبها طبعا هرتبها أكيد اللي هي هتصير عندي فوق في واحد تحت في ثلاث وهاي هتعتبر الجذر التكعيبي لx لx تربية هاي رتبتك طلعت المشتقة عندي بسط ومقام المشتقة طلعت يا أستاذ بسط ومقام المشتقة بسط ومقام فأنا بحكيله الآن المشتقة الفتحة المشتقة يساوي صفر عندما البسط يساوي صفر البسط عندي واحد الواحد اللي هو البسط لا يمكن انه يساوي يساوي صفر وبحكيله المشتقة الفتحة غير موجودة الفتحة غير موجودة عند أصفار المقام يعني لما المقام يساوي يساوي صفر المقام يا أستاذ ثلاثة الجذر التكعيبي لx تربيع الx صورات اللي حولين الx هاي ما بتفرجش معي يعني هيضل عندي بس ايش x تساوي صفر يعني عندما x بتساوي صفر وطبعا الصفر تنتمي لها إذن الاكسات اللي عندي x يساوي صفر طبعا أنا حكيت وين بيروح المعامل والجذر والقوة حكيت عنها في السؤال اللي فا إذن عندي x يساوي صفر وعندي x يساوي تمانية وعندي x يساوي سالب سالب تمانية الآن بدي أطلع الصور عشان أحكم مين أكبر قيمة ومين أصغر قيمة فبطلع أنا عندي fx الجذر التكعيبي للx بطلع الآن f طلع عندي x بساوي صفر f صفر طبعا الجذر التكعيبي للصفر صفر و f صفر صفر وبطلع f تمانية عندي تمانية الجذر التكايب للتمانية طبعاً بطلع اتنين، وبطلع F سالب تمانية، الجذر التكايب لله سالب تمانية طبعاً إيش؟ سالب سالب اتنين، سهلة الحسابات، بدهاش ننجل من الأجوبة اللي هون. أكبر قيمة، أكبر قيمة اللي هي اللي اتنين، يبقى هاي قيمة عظمى مطلقة. أصغر قيمة سالب اتنين، قيمة صغرى مطلقة. ماشي يا جماعة. إذن القيمة العظمى المطلقة للإقتران تساوي اتنين وهي عندما X ساوي تمانية. القيمة القيمة العظمى المطلقة للإقتران اتنين عندما X ساوي تمانية. القيمة الصغيرة المطلقة للإقتران هي سالب 2. وهي عندما x يساوي سالب 8. أو القيمة العظمى المطلقة هي f 8 بتساوي 2. القيمة الصغيرة المطلقة هي f 8 بتساوي سالب 2. برضو السؤال سهل جداً جداً جداً. هات اللي بعديه. الفرع اللي بعديه. جينا لجماعة الصين والقصين. طيب بسيطة. بعطين f x سين تربع x زائد قصين x. ومن صفر لاتنين باي. بحكيله أول إشي جماعة الأطراف. x بيساوي صفر. x بتساوي صفر. وعندك x بتساوي اتنين باي. إذا من صفر لاتنين باي. من صفر لاتنين باي. ولما نحكي من صفر لاتنين باي ما انتو عارفين. من صفر لاتنين باي. من صفر لاتنين باي. مفيش دا ان انا اعمل الرسمة هديك. خلاص حفظتوها. نيجي الان للاشتقاق. اف اكس. بحكيله الان اف فتح على الاكس. بتساوي. صين تربع اكس. هون في قوة. اذا قوة او ليش القوة? نزل القوة ونقص منها واحد. زحلقها ونقصها. بتصير اتنين. صين. قوة واحد اكس. اتنين صين اكس. طيب ماشي. اتنين صين اكس. بعدين باشتق الدائرة صين اكس. مشتقة الصين اكس. كوسين كوسين اكس. ومشتقة الزاوية واحد. ازا صين تربع اكس. مشتقتها اتنين صين اكس. وصين اكس. واحدة يغلط في الاشتقاق. طيب. الكوسين اكس. سالب سين اكس. سالب سين سالب سين اكس يا استاذ. هاي المشتقة. ساوي المشتقة بصفر. اف فتحة بتساوي صفر. معناته. اف فتحة يساوي صفر معناته. اتنين سين اكس وكوسين اكس نقص سين اكس يساوي صفر. خد على السريع سين اكس عامل مشترك. حاضر. ها. سين اكس عامل مشترك. تمام. تشا يضل عندي اثنين shooting x? اثنين osin x ماقص واحد. هذا كله يساوي صفر. إما sin x بتساوي صفر. إما sin زوج 0. وإما cos x بتساوي نص. وإما cos x بتساوي نص خلينا عندي الأول نية يا أستاذ. نشوف. شو هنعمل فيه. حاضر ها وين الصين X بتساوي 0 يا جماعة الصين بتساوي 0 على محور على محور X الصين بتساوي 0 على محور X اللي هو هاي الرسمة يعني الصين بتساوي 0 عندما X تساوي 0 صفر طرف خلاص يبق منه وعندما X بتساوي X بتساوي b وعندك اكس بتساوي اتنين باي. اتنين باي برضو طرف. ازن هتصفي معي اكس بتساوي باي. ماشي الحال? طيب حاضر. على راسي. على راسي. ولا يهمكم. هاي الرسم. هاي الرسم. هون صفر. باي على اتنين. باي. تلاتة باي على اتنين. وهون اتنين باي. النقاط. النقطة اللي هون اللي هي واحد وصفر. الجهة التانية سالب واحد وصفر. هون صفر واحد. وتحت صفر وسالب وسالب واحد. الاولى كوسين والتانية صين. يبقى هون عندي كوسين صين. كوسين. صين. ها. كوسين. صين. كوسين. صين. الصين وين صفر؟ حكيتلكم يا جماعة الصين بيكون صفر على محور على محور اكس الصين صفر. يعني الصين بتساوي صفر. الصين. الصين اكس الصين بتساوي صفر. عند الصفر وعند اللي اتنين باي وعند الباي. كتبت انا بس مين? الباي. ليش? لان الصفر واللي اتنين باي اللي هم اطراف. بين حسبوا عند الاطراف. خلاص? بين حسبوا وين? عند الاطراف. طيب. ماشي الحال نيجي الآن إنه الكوسين بتساوي نص كوسين اكس بتساوي نص طيب أستاذ لما حكي لك نص انتبه معناته أكيد فيه هون موجب الإشارة بتحدد الربع الإشارة بتحدد الربع الإشارة موجبة الكوسين يا أستاذ بيكون موجب في الربع الأول وفي الربع الرابع طيب كوسين ايش بيساوي نص كوسين الستين باي على ثلاثة يعني الإكس هتساوي باي على ثلاثة وحتكتب لي هون برضو الإكس بتساوي باي على ثلاثة أستاذ في الربع الأول الربع الأول خليها زي ما هي باي على ثلاثة في الربع الرابع اتفقنا أمسك المقام اللي هو اللي اتنين هاد أضربه باتنين ونقص واحد وأحطه معامل للبسط تلاتة باتنين ستة نقص واحد خمسة حطها معامل للبسط إزا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاقتران الأصلي اللي هو fx. خمس قيام. fx أكتب fx أولاً اللي نكتبه. ال fx الأصلية عندي هايها. fx. إيش بتساوي؟ sin تربية x. sin تربية x. زائد cos x. هاي الاقتران الأصلي. بدنا نطلع الآن الصور. الصور الإكسات اللي هي موجودة عندي. عندك كم x؟ طلع عندي حكينا خمسة. بدنا نطلع صورهم كلهم. يعني بدي أطلع f صورة الصفر. ماشي. وبدي أطلع صورة ال 2 by. ماشي. وبدي أطلع صورة ال by. وبدي أطلع صورة by 3. وبدي أطلع صورة خمسة by على 3. خمسة by على 3. يساوي. 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 طيب. صورة الصفر. صين الصفر صفر. كوصين الصفر واحد. هاي بتطلع واحد. سهل هاي. واللي 2 by زيها زي الصفر برضو بتطلع ايش؟ برضو بتطلع واحد. طب صورة ال by. صين ال by صفر. كوصين ال by سالب واحد. by على 3. by على 3 اللي هي 60. صين ال by على 3. صين ال by على 3 جذر 3 على 2. تربيع بتصير 3 على 4. زائد كوصين الكوصين نص. توحيد مقامات. اضرب هاي في 2 وهاي في 2. بصير المقام 4. ها؟ هاي ضربناه في 2. صارها في 2. 2 زائد 3. 5 على 4. 5 على 4. تمام؟ يبقى بايع 3. بايع 3 يا استاذ. اللي هي 60. الصين جذر 3 على 2. لما تربعها بصير 3 على 4. الكوصين نص. اجمعهم 5. 5 على 4. طيب. 5 بايع 3. هي نفسها. حكينا. 5 بايع 3. هي نفسها برضو بايع 3. بس احنا في الربع الرابع. احنا في الربع ايش؟ في الربع الرابع. طيب. في الربع الرابع يا استاذ. ماشي. هندير بالنا. هات الصين. حكينا احنا الصين جذر 3 على 2. في الربع الرابع سالب. ما هو فيه تربيع. فهتضلها ايش؟ 3 على 4. طيب. ماشي. زائد الكوصين. الكوصين. اللي هي برضو نص. والكوصين في الربع الرابع ما له موجب. زائد نص. نفس اللي فيه. طلعت 5 على 4. طيب لا بأس. 5 على 4. كم قيمة صاره؟ واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس قيمة. طيب. اكبر قيمة. اكبر قيمة. ليه خمسة اربعة. خمسة اربعة اكبر من الواحد طبعا. فإذن هاي قيمة. غضمى مطلقة. وهاي اللي تحت قيمة. غضمى مطلقة. وأصغر قيمة السالب واحد. إذن السالب واحد قيمة. صغراء مطلقة. قيمة صغراء مطلقة. وهي هيك خلص. وهي هيك خلص السؤال ها. أكد بس شوي. تسمحوا لي يعني. اف صفر طلعت واحد. اف باي على ثلاث طلعت مزبوط خمسة على اربعة. اف باي سالب واحد. اف خمسة باي على ثلاث. خمسة اربعة. اف للتنين باي برضو. طلعت واحد. وبعدين طلعنا ايش العظمى المطلقة. تمام. الامور تمام. ما اشي هيك. خلاص. مفهوم هذا الكلام يا جماعة. في اي مشكلة. الآن. خلصنا المطلقة. هنروح الآن نشتغل على. على المحلية. صليت على النبي. اللهم صلى على سيدنا محمد. موسيقى. 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 موسيقى.